بس تان فريحة يعني مش بس بيشرفني ما بتعرف قديش هالمقابلة قريبة على قلبي وبتعنيلي كتير وبتأثرني هالمقابلة شخص بالغنى عن التعريف من الاعلام لرجل الاعمال صديق الرؤسة والشيوخ صديق بلدان كبار رب عائلة لبنانة, اماراتة, بحرينة ما بعرف كيف تحب تعرف عن حالك اذا بتطلب منك وانت تعرفني عن حالك على طريقتك انا اول شي ابن رجل اسمه سعيد فريحة ما دخل عمدرسة وشاء بحياته فقد والده ووالدته اخدته على مصقر رأسه بحما بسوريا ورجعوا عالبنان ناضل كل حياته عصامي وصار من اكبر صحفيين للوطن العربي كتابة واسم وشهرة وانجاز واخلاق كل لو هو ما دخل مدرسة لا يتعلم حرف علم نفسه بنفسه ما كان معه فلوس كان يتعلم من كتب يصدرون احد الاشخاص بالبنان بالبنان علم نفسك بنفسك يقعد تحت ضوء الشارع لانه ما معه حق يشتري شمع وطلع هالأديب العظيم للي كله كان حياته انسانية وخير وحنون فتربيت عائده يعني وبسيرته وبعصاميته تأثرت كتير يعني هاي حياتي وبنيت لما استلمت دار الصياد كان فيها ثلاث مطبوعات الأنوار والصياد والشبكة عملت أربعة عشر مطبوعة بحياتي زدت عليها فيروز والفارس الإدارة والكمبيوتر زدت عليها صمر وصحر زدت عليها الدفاع العربي والكمبيوتر وتقرير وخلفيات أربعة عشر مطبوعة كان يشتغل فيها سبعين شخص صار يشتغل فيها ألف وأربعمائة شخص عائلة من أسرتها بأسرتها صاروا ألف وأربعمائة شخص وهو متل ما قلت بأسرتها لأنه كنا عايشين كلنا كأسرة بروح الوالد وبنروح العلمنا إياها وبديت فيها أنا متل ما بدي فيها أخوي متل ما بديت فيها أختي أول تخرجنا التحقنا كنا نشتغل مدى النهار ونلحق النهار والليل أي وعشنا قصة حياة حلوة بالمنافسة مع الله دفشت النهار أكتر إلى الأمام ودفشتنا نحن وكان أكبر وكان أكبر مشجع لألي كلام الله يرحمه الفائد غسان دايماً يتزعج من كترة بنافسنا للنهار ويعلق تعليقات لطيفة بس عطيتني إيمي لنفسي وكانت تعطيني إيمي أنت أداته لأنه دليل نجاح أنت أداته وننبصت فيها ونشد أدام والنهار تشد أدام أكتر إلى أن ما رأيت ظروف الحرب وطولت وطولت وهلكت لبنان وبما مرت فيه من صراعات ما ترك حداً من أزا فأقفل للطار بقى هنا عثلت مطبوعات الدفاع العربي والإداري والصيات عم يطلعوا شهرياً دايماً بعدهم وعندهم دخل وإلهم لوجود وتأثير الباقية تذكروا ومن مجموعة 1400 بيه هلأ ستة أشخاص من 1400 ستة أشخاص يعني الدنيا وبعدين ملحقنا بسبب الحرب بين ما نحمي نفسنا ونحمي أعضاء الأسرة وبين ما ننتقل إلى العصر جديد تبع الماديا للي هو السوشال ماديا للي هو ما نحقنا على التلفزيون ومنفسته وما نحقنا على التليفون ومنفسته لأنا ولا التلفزيون راحت علينا الفرصة وكل الكفاءات اللبنانية مثلك هلأ ومثل أنا كلنا هجرنا لبناء من الأسف تركنا لبناء ونشكر الله للي أنا وأنت منتلاقى أنه وجدنا هالوطن العظيم للي بنيه رجل قمة العصامية والعقل كمان قدير الشعر هلأ بديك تخبرنا عن الشيخ زيد الله يرحمه يعني أنت يلي رفقته التقيت فيه بواحد قاب كان وقت العيد الوطني بواحد قاب ثم تغير إلى 2 ديسمبر أحد أسباب التغيير يعني تأس التأس ويومته مهم دخلت على مقابلته الله يرحمه ومحدد لوقت 15 دقيقة للي جيبني وعرفني كان مدير مكتبه أحمد السويدي من خيرة رجال هالوطن وأقدمون وأكفقون عرفني 15 دقيقة استغرق اللقاء بدأ 15 دقيقة ساعتين ساعتين بيوجه بيأخلاقه وبيروحه وحبا يتعبر عن تقديري مثل ما كنت قبل إيد والدي قبلت له إيده أنا وطالع بالباب مع أحمد السويدي صرخ الله يرحمه أحمد من هلأ ورايح أي رحلة من سفرها إن كانت إجازة عمل رسمية أو طبية بدنا يكون بسام معنا دايما ومن وقت التسأت فيه والله يرحمه كان المعلم الموجه القائد المثال الأعلى لما نتوفى الوالد رحت على لبنان قضيت وقت ورجعت أنا وراجع رحت عمحل ما كان فيه طويل وكان خارج بالسيارة شايفني وقفت السيارة أنا ورحت لسلم عليه أول شيء قال لي قال لي ما فأت والدك وهلتك بعده حي تل على نفسه هاي العلاقة كانت واستمرت هالعلاقة مع أولاده الله يحفظه يعني عطى محبته ورعايته وبركته لأولاده فرعونه من بعده نشكر الله هول إذا اليوم بدنا نخبر الجيل الجديد يلي بيقرأ عن الشيخ زايد بسام فريحة بكم كلمة شو بيقول الجيل الجديد عن مؤسس والله والله الشي اللي جديد لمن يقرأ بس بس سام فريحة قاله حيز صغير عنده مثل ما صارت معي حادسة بعد ست سبع سنين بعد ما تعرفت على الشيخ زايد كنا على الغداء وكان مجموعة كبيرة ومحترمة من أصدقائه وكان فيه شخص يعني يخرج عن حدوده وعن أدبه باستمرار مع الكل الله يرحمه توفى والله يرحم كل الكبار أصحاب الأخلاق والإيمي لللي توفوا عراسهم الشيخ زايد الله يرحمه بيقوم بيقول لي أنت مستشار عندي الشيخ زايد بصوت عالي قدام الحضور شو بتشير عليه وقفت قلت له يا فلان أنا مني مستشار أنا تلميذ بجامعة الحياة تبع الشيخ عم بتعلم منه كل يوم أصول الأدب والسنع والأخلاق وبتعلم منه العلم الوفير يلي حتى بهالسنين ما تعلمته خلال سنوات الجامعة تبعي والدراسة بالجغرافيا بالتاريخ باللغة بالأدب بالأخلاق بالإنسانية بمعاملة الناس بمعرفة الكبار هذا اللي عم بتعلمه وإذا الله طلعني بعد كل علمي بخمسة بالمية أو عشرة بالمية من علم الشيخ زايد أنا أسعد الناس وأحظهم يعني أثري هالكلام كمان أثري على الله يرحمه وحكيني كلام حلو بعده وثبت عنده يعني الخلق للي أخدته منه من أبوي فتوثأت العلاقة أكتر بعدها الحادثة شو فيه أحداث مزعجة سلبية الله بيوفق للي بيتعرض له نعم بنتيجة إيجابية وأحسن هاي أكبر مثل في حياتي كان ومن وقتها يعني تثبتت حياتي على الإيجابية على الإيجابية ديش مهم الإيجابية بالحياة ساعت لدينا ناس دايما سلبية كل الوقت أهم شي الإيجابية بتنومك مرتاح بتنوم ضميرك مرتاح بتخلي كي تتعامل مع الناس بيود ورحمة وتسامع للي هي هاي الكلام هي أصل الأديان الأديان بتعايش مع الآخر المحبة الرحمة الشفقة التسامح مثل ما طلع البابا طبع الفاتيكان قال المسيح ما قال سامحوا مين أساء إليكم انسوا وسامحوا اتنين لازم تنسوا وتسامحوا يعني يعني للي الله بيوفقه بمبادئ الدين مش بالتفاصيل صعبة وفيها يعني شعور خارج الطبيعة متافيزيك ناس ناس أنبية رسل ما بيقدر يوصل لواحد والدني مليئة بكل الأديان بالتفسيرات الخاطئة للي بتودي للأتل وللإجرام وللتهديم هذا ما في شي منه الدين الدين قايم على تعليم الناس التعايش والمحبة قديش من أنبل الأمور التسامح وقديش بدأ قوة واحد يقدر يسامح خصوصة وقت اللي بيكون حدا يمكن قيزيك شي بشي كتير كتير كبير وبذت الوقت التسامح إلى معنى تاني اللي هي مثل ما أنت عام تحكي عن الأديان وغير الأديان وتقبل الآخر إن كان من أي جنسية من أي بلد من أي من كل هالأمور يعني التسامح على ميلتين قديش عن جدها الكلمة كتير مهمة يا سيدنا الديني كل البلاوي للي شفناها من بدء التاريخ إلى هلأ قايمة على شيئين عدم القدر على التسامح والاستعاب والتقبل وسوق تأدير الرسالات السماوية هلأ البوذيين من رسالة سماوية إنسان قعد على بغابة إذا مرأ حدا أطعمه كان يحكي كلام عاقل عنده عقل عاقل العاقل ما بلاقي إلا شيء الخير والحسن بأي دين بأي رسالة بأي خطاب المنو عائل الله ما عطي قدرة التعاقل والنظرة البعيدة القائمة على أسس من المحبة والروح الطيبة هاو بيسببولي كل الحروب والبلاوة للي شفناها هلأ شو عم بعيش نحنا بوقتنا هلأ أبشال ويام وينما كان أخوة أبناء وطن بيفرحوا وبيرفعوا علامات النصر على تهديم حياتهم وبيوتهم وموت بناتهم ولادهم وأزواجهم كل واحد بيفتخر بشيء بالهدم والقتل وإراقة الدماء وين الواحد بده يفتكر بالعمل يفتخر بده العمل الإنساني بالرحمة بعمل الخير مش بيهاي الدين المسيحي كل دين بيمر بفترات عبال ما يستوعبون الناس لأنه الدين متافيزيكا خارج عن الطبيعة نعم وكبير بده عقل كبير قليل من الناس يلي بيتعمقوا بالأديان وبيخرجوا عقول واضحة عرفانين المعنى الأساسي وبيلتزموا فيه لا تقتل أخاك لا كذا يعني كلها نفي ضعاطل مش لا ما توشي بحدا متعامل صفعك على خدك الأيمن در له الأيصر المشيه كميل امشي معه ميلان دين الإسلامي كله رحمة أجمل كلام يعني مشان هيك مثلا فيه تبشير بها الديناء بالبوزية ما فيه تبشير دا اللي بده يدخل يدخل الكنفوشية بالصين 800 مليون أتباعة منه كان رئيس وزارة حارب حروب ولكن كان عنده عقل فرد عليه هرب من بلده رجع استرده الملك ليقود الدولة ويحارب أعداء ونجح وهو يعني رجل عادي ولكن طلع طلع أفكار وأقوال تبعته 800 مليون واحد بالصيد وهذا مدينة بشيرة مديرين يبشروا راح الدين المسيحي إلى الإسكندرية أيام الملك العظيم اللي قيمتها بقيمة مكتبة إسكندرية كل قلوم الدني كانت فيها وما كان عندهم دين ما يقمنوا بشي بدوا يخلوهم يقاملوا بالمسيحية راحوا يقتلوهم لبسوا سود مثل لبس داعش والتنظيم والتنظيم الإسلامي مثلهم يقتلوا الناس بدعوتهم إلى الدين أي دين بيقول هك الدين محبة وعقل ومودة ورعفة هاي إن شاء الله نوصل شنهار نشوف هذا الشيء بالعالم كله ما يعود شي هل قد قتل وكره مثل ما أنت عم بتقوح يعني كل حروب عالمية حصلت وتاريخ العالم العالم مع الأسف كله حروب والأنبياء اجت أرسلها الله سبحانه وتعالى لحتى يحد منها الكراهية والحروب والأتل قيمت على الأتل الإنسانية قيمة من العصر الحجري على التقاتل تقاتلوا صاروا يتقاتلوا بإسم الدين يتقاتلوا بين بعضهم للأديين ببعضها خرج مننا طواقف مش أتباع دين صاروا أتباع طواقف نعم البروتستانتينية شو هي اعتراض بروتست احتجاج على تشدد الدين الكاتوليكي بإسبانيا خرجوا ب سويس روا بالسوات وراحوا على أماركا للي استوعبت البروتستانتينية وكانت بلد اللاجئين وعلقت هي بما يسمى بالتاريخ أبشع حرب بالدني الحرب الأهلية الأماركالية للي راحوا هربا من الحروب الدينية علقوا حرب أهلية شوف في الدني شو صعبة شو بد عقل يعني وأنا بقول أمام كل واحد تلاقي يعطي أسباب للإنجرار وراء الضمار والقتل مثل هلا من نفس الدين من نفس الفصيلة الإنسانية روسية ويوكرين تنيناتون سلاف عرق عرق مثل العرق 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 السلافي تنيناتون وبديت العرق السلافي من كييف من يوكرين ومين عمل اللغة السلافية راهب من اليوكرين من ستمائة سنة ورا على موسكو اتنين ارتودوكس من مذهب بال الديان المسيحية مع الكاتوليك والبروتستان والأرتودوكس عم يتحاربوا مع بعضهم وعم بيدمروا بعضهم وبيكرهي شو بتحلل ليها شو بتحلل ليها انحلال العقل مظبوط لأنه العقل هو البوصل الوحي دي سبحان الله هون دولة الإيمان هلا بدقلك سؤالة نحنا اليوم هون بدولة الإمارات قبل ما نحكي حتى عن المكان اللي نحنا متواجدين فيه شو اليوم بيخبرنا بسان فريحة عن دولة الإمارات دولة الإمارات بالنسبة لقلي اللي عشت فيها وربيت وبنات حياتي من أب أسس دولة من أرحم وأكثر الدول أخلاق وإنسانية وإنفتاح روح بعائلته وأولاده وراته وراته إياها وشبعهم فيها وخلق دولة لتقوم على التعقل شوفي هلأ الدني وين رايحة وين التصارع وين كذا شوفي دولة الإمارات شو باني لنفسها مكانة بقيمة الإنسان بمستقبله بخلق الأمان والاستقرار الاقتصادي الأسري تعليمي أفضل ما هناك بقطاع الصحة التعليم التكنولوجيا الانفراستركش الكميونيكيشن التكنولوجي كل شيء كل شيء بيفيد الإنسان وبيخليه عيش حياة سالمة ورغيدة بينما الناس التانية عم بيفتشو على تقاتل ويرفعوا علامات النصر لمن يوقفو على مدينة مهدمة لألون استردوها من عدو مننون من دمون من دينون هدمة بيرفعوا علامات النصر يعني هاي دولة الإمارات نعمة من النعم ونموذج بالبناء والتقدم والحضارة الإنسانية يعني ما في منها ما في منها نموذج بحاله وبعقل وماما أسرى بعمل إنساني أزود من أي بلد تاني في الدنيا نسبة وتناسب شو بتقدم للإنسانية شو بتخبرنا عن الشيخ محمد بن زايد محمد بن زايد ابن أبوه الله يعطيه العمر ويوفقه ابن أبوه إنسان أجمل أخلاق الأب فيه وزاد عليها تعلموا وزاد دخل على مدارس على جامعات تعلموا وزاد ما خلى زيادة العلم تزيد من زيادة الإنسانية والأخلاق وأفكار التقدم تعدي معه تذهلي على مدى علمه قدي عنده علم بعقله قدي عنده فكر قدي عنده زاكرة جبارة تستدعي هالمعلومات لتحطها بخطة عمل بخطوة صحيحة بمحلة بمحلة بمعالش كل العالم كل زعم العالم بيقدروا وبيمدحوا فيه وبقدروا تواضعه وخلقه الرفيع وإنسانيته وصراحته وصدقه هيدا عنا في لبنان تربيت عليها كان عمري عشرين سنة مسكت حملة والدي الانتخابية واخبارت السياسة كل مكان كذاب أكتر كل مكان أنجح للي بيحط خلق بالسياسة بيخسر بيخسر وين محل لبنان عم نحكي عن لبنان وين محل لبنان بقلبه لبسان فريحة محله كبير ربيت أحلى أيام أحلى بلد الدنيا كلها كانت تتمنى الحياة في لبنان مثل ما عم تتمنى هون ولكن ما كان عنا قيادة نحفظ تمنيات الناس ما كان عنا ولا ما عنا لهلأ ما عنا ما كان عنا هون عنا تتمنى شي بتشوفيه وأحسن طلعوا على الفضاء صحيح محنا وين حكيتني عن شبابك وعن وقت اللي كبرت وكيف وصلت لهون شو أخدت من طفولتك وذكريتك عفرتي عفري طرازة وشو ديكم خدت كتير تجارب بتجنن الحياة العشناها بلبنان للي كانوا يسموها سويسرا الشرق من أجمل الحياة كانت قمة التعايش بين الأجنس بين ألوان الناس بين الثقافات بين تصارع الحضارات كانت تصهر كل شي وتخرجوا بعيشة جميلة حلوة سبحان الله كيف بعدين يعني بلانا بسياسيين لا خلق لا ضمير لا إنسانية سرقوا البلد نهبوا أضوا على التقدم اللي كان فيه آية للأسف للأسف أيدي أكتر بتجينا نحن اليوم وين بمؤسسة بسام فريحة بهالمتحف بالإمارات بالسعديات بالكولتشر الديستريكت يلي هو هالمنطقة كلها يلي فيها عم بينفتح متاحف اللي فيها لوفر على بعض أمطار منها شو يعني هالتكريم هالتتويج لشخص عمل كل هال يعني كل هالكاريير كل هالطريق اللي عملها من شبابك لليوم شو بيعني لابسام فريحة شو بيعني مش بس لإسمك يعني الإنسان يترك هاللجاسي والله يطول بعمرك يكون فيه مدحف مؤسسة بإسمه بهالأهمية يلي بترمز لثقافة لفن والفن الهيكي الرقي يعني المهم اللي نحن نحن كل واحد مننا لازم يكون عم بيتعرف عالسقافة والفن ويكون فيت بالفن لأنه كتير بيعطي غنى للإنسان شو بيعني لك لقلك لقلك قصته شو يعني لي قصته بالأول لما اضطريت هاجر من لبنان واسكن بلندن عشر سنين ثم ثلاثين سنة ببريس أنا والعائلة أولادي اثنين خلقوا بلندن وبنتي الثالثة خلقت ببريس لأنه أنا وطالع على المطار مرة وأنا وطاير وقت أقفل مطار بيروت طرت بالهليكوبتر على أبرص لا أقدر سافر تسكر مطارنا سبعة شهور بالمرتين مرات ومرة تالتي بأطوع الطرقات وما في مطار كمان رايح على سوريا بهليكوبتر برفقة أعزة صديق لقلي من لبنان عصام فارس كنا عم نتغدى عند الرئيس أميني شميل وأخذنا طيارة من البلاء من الحادث التالتة ورحنا على سوريا سوريا نتعش عند العماد طلس كان وزير الدفاع وناخد طيارة عصام فارس نسافر فيها عبريس ما كانت قادر تصف بيروت نزلت بمطار دمشق رحنا مصطفى طلاص عطى خبر لكل القوات السورية اللي كانت محتلة لبنان إياما إنه في طيارة هيك 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 تركب كفية مقر الرئيس أميني شميل لهون إحنا وطايرين بمبلاقي إلا قائد الطائرة بزيح عجهة اليمين كلنا منوقع بقلب الطيارة وقالله بنجينا من أر بي جي بحيدي عنا متر زمطنا من وين فوق دهور شوير في حزب معين كان موجود ميليشيا وبعضهم موجودين ما أخذ تعليمات مثل الجيش السوري معرفين شيف طيارة ضربها مثل ما ضربوا بجزين وقتلوا الناس نعم بجزين البعض الهلأ حرام مجيزة مين ضربوا وقتلوا المرة الثانية أنا وراي على أبروس لا أخذ طيار ركبت بنفس الطيارة للي اختيل فيها الرئيس رشيد كرامي تاني يوم وأسقط هي اللي كانت تروح تجيبه من طرابلس لبيروت دايما كنت قاعد على نفس الكرسي لقاعد عليها تاني يوم هذا كلام قاعد الطيارة من بيت البستاني كان للي طار فينا على سوريا كمان كنت قاعد مليان الكرسي سنتاكس متفجرات سنتاكس للي انفجرت وقتلت رشيد كرامي مات فوق جوني ونجي الضابط العسكري جول بستاني بعتقد اسمه جول بس يمكن غلط اسمه تالت مرة طلع على المطار صار ضرب رصاص بين فئان تليت سيارة رصاص وأنا الله نجلي زمطت أنا والسواق قلت بدك تروح تشتغل وعندي صفار عندها خلاص ما بقى قدر بالبنان يعني كيف تصر لك الحادثة ما بتعريف هذا وجع كل لبنانك اليوم ايه الوجع كل يوم الله يرحم للي توفوا نعم وما لنا قول جمال به شي فقررت هجرت سكنت بلندن عشر سنين وثلاثين سنة بفرنسا فتحت لي عيني هالحيات هون فتحت لي عيني عجاني بحضارة كمان كتير كان ينقص لبنان لبنان له جاني بحضارة كبير كان ناجح بالبنو بالسعادة بالفنون بكل شي كل شي حلو يطلع من لبنان ولكن في جوانب اخرى يعني ما شفناها على حيات الى ما سفرت ومنا اللوحات بحضارة 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 صورت احضر يعني معارض وين فيها تعلقت بالأوريانتل بحضارة مع انو لبنان في فنانين كبار فنانين ورسامين كبار وقالوا نعسام كبيرة ويمة بس ما استهواني الا الاستشراق الاجانب يلي صوروا الشرق فبديت اجمع وركزت على المرأة في لوحات الاستشراق وجمعت مجموعة سرق منا عشرة بلندن استردين اثنين بيحظ وبعد اثنين من اجمل اللوحات اللي عندها بعدها مسرومة سرق واحدة بلبنان كمان الله وفق وهي من اجمل اللوحات الموجودة استردينيها انا من بعد معضيت فترة من سنتين بالمستشفى كتير هون صار لي اعراض صحية مزعجة لمن عدت بالبيت وبعمري طلبت منها تعطيني اربعة يعني نمازج عطيتني اربعة نقات واحدة اسمها راشا جبراء ورحت عندي الشخص للي اكرم علي بالحديقة وبالبيت وبدي اقول له انه ناوي الامر هلأ اللوحات للي بكرم اخلاقه كمان قدرت طلعته من اللبنان قلت له بدي ابني متحف وبدي اعرض هاللوحات لأتمتع فيهم بعمري بعد ما اضطيت هالعمر وهالمد بالمستشفى يعني بدي اتمتع بهالجمال اتعبت خمسين سنة انا وجمع فيه فعندي هالأربع نمازج بدي استاذنك ايا وحدة سبحان الله ناقه لأ النموذج للي انا كنت حاب بعدين قدمت له الكتاب للي طلع منها اتنينة وعشرين سنة بانجلترا عن لوحاتي طلعتهم واحدة مستشرقة عظيمة طلعت كتاب بيجمع فيه لوحاتي وكلها ورجعت اخد طويل عمر الكتاب وصار يرى صفحة وصفحة يتفرج عليه اخد شي اربعين دقيقة بعدين متل بعد ما ارر على على نموذج المتحف ثم تأثر بالصور وشايف صفن بيت اربع دقايق قلي هيدا يا بسا هيدا مش حد بيتك بجنينتك وفاتحوا للناس هيدا بأرض المتاحف بالكالتشر ال سنتر هنيك محل حد المتاحف لاخرى هنيك لازم تنقرض هاللوحات ويكون مجال اكبر بكتير للناس يقدروا يصلوا له ويتفرجوا عليه فشكر ليه وكله صار هالشي بفضله اللقاسي الللي بيحكوا عن أي أنسان اللقاسي بتروح لقلو لطويل عمر هو الللي شايف ببعد نظره انه هيدا شي بشجع القطاع الخاص الناس للي عندها بجموعات بتاخد العقل فن يتمتعوا فيها الناس انه يكون هنيك يكون البداية المشروع الأول ومقرر الله يحفظه يبني تقريبا لحشر أشخاص تانيين عندهم المجموعات يقدروا يعرضوا ويفرحوا بمشاركة الناس لما للإشياء تتعبوا فيها وأعجبوا فيها في كتير ناس كلمين هتشوفون بمواسم هون عند مجموعات تاخد العقل بتتنعرض مع مجموعة دايما كل مرة شكل جديد منها أول من عارض معنا هو صديقي وأخوي عبد الرحمن العويس وزير الصحة الله يعفظه شارك بلوحات عنده جميلة وبتمثيل يعني أغنى المتحف بتمثيله وبلوحاته لحتى نبدأ نشجع الناس أو تشارك هي هي تدخل لوحدة بما سيبنى لها أو عن طريقنا نحن وقررنا بالمتحف ببناء على توجيه سمقه الشيخ خالد بن محمد للي بيحب الفن وبيرعى الفن وبيرعى المواهب والفنون للي بالمدارس وبضم يزور ويشجعون أنه نعمل جلري خاصة نجيب فيها الموهوبين من الجيل الجديد من المدارس بنات رجال نعلمون وجبنا بنت مسؤولة آختي مثل الكوريتر للي مسؤولة عن المتحف بي اي جدي بالفن فنون لتبقى هي تشرف على هالنهضة للي نشجع وللي بينبه وبيحب وبيريد يعطي حياته نبعثه بسكولرشيب بمنح دراسية سنة سنتين على روما على باريس على لندن على أمريكا يتعلم ويضيف على غنى الشعب الإماراتي بكل ما حصل بالغنى الثقافي فنون للي هي جزء عظيم من حياة الإنسان فلجسي لقلهم وبعدين لها البنت الموهوبة للي قدمتها النماذج والنماذج الثلاثة التانيين بيستحقوا يكونوا ياخدون من يحب أن يبني وهن يطلبوا ما حيلاقوا إلا المعونة وإلا كرم الأخلاق والتقدير ليبنولون إياهم مثل من بنى هيدا المتعاف حلو هاي قصة كنت عم تحكي عن هاللوحات وقلت لي قديش تستوحي من المرأة قديش دور المرأة مهمة حيات بسا عم في رايحة بما تستحقوا ما بدنا نبالغ كتير لنقل بتستحقوا بتستحقوا أمرأة أم لأولاد لذرية لمنزل لتربية هاي الله نعم علي بستعشر سنة وجبت ثلاثة أولاد وفرحنين فيهم وما شاء الله عليهم تربوا منيح وأخلاق وطيبة ما أنا مثيل وعلم بس خبروني أنك تجوزت مأخر ليش أنا أخذت وقتك دخلنا بالخصوصيات دخلنا بالخصوصيات لا ما أخذ وقتي أنت أخذ حريتي إياما وقتي بالزواج ما فيك هالحرية للي بيلاقيها الواحد وقتي بقى أعزب فاتمتعت فيها وللي خليني أتزواج الله يرحمه يطيب طرح الشيخ زين كمان دار علي قال لي شو صار عندك أولاد هو بيعرف ما أمني أتزواج شو صار عندك قال له طويل عمر وين بدأت تزواج وين بدأت تزواج حربة بالبناء قاعد مغترب عن بلدي الدنيا فوق راسي سمع قال لي بتعرف قصة الهدهد والحمامة قلت له لا قال لي حمامة وهدهد نايمين حط بعضهم لات أيام الحمامة ترائب الهدهد الهدهد صبيعه هالرفع إجري أرفع منها ينام وخاطت إجري لفوق هيك أول يوم تاني يوم تالت يوم قالت الحمامة قال لي شو هالنومة هاي قال ليش أنت كيف بتنام قالتو بنام ع طهري عجم بالشمير عجم باليمين على معد على كيف بريح وإذا هبطت السمع عليك شو برده إذا هبطت السمع على الحمامة شو برده هو برده برجوله هاي دي الكل الوحدة قد أصبع الكردون قد أصبع التوت فيك هو بفتكر قال لي أنت هيك كيف قال لي السادات الله يرحمه حافظ الأسد الله يرحمه ريجن شراك إنجليز قدني كلها ما قادر ما قادرة ترد لبنان وتجبعه هلأ شغل لك بالك ومانعك عن أنك تتزوج وتعمل ذري لألك للي هي أجمل شيء بالحياة تعمل مثل الهدهود ريت الدنيا ورفع لأصبعين كردون إذا هبطت السماء بترد تنعت بهالمثل البسيط الحلو وبعدها بأشهر تجوزت أول وحدي لقيت فيها صفات تجوزت وجبناها الأولاد وبعدين شا عملنا مثل كثير من هالناس طلق ما فيه مثل عادة الزواج إلا عادة الطلق مرأة نفيها طبيعة البشرية أولادك شو بتقول لهم بتقول لهم كثير كثير منقول لهم نحكيهم تجارب حياتي تجارب حيات والدي تجارب حياتي الشيخ سيد تجارب إنجازات الشيخ محمد الله يحفظه أكبر أيقوني يطبع الإنسان يتمثل فيها أصغر مني بتمثل فيه كل يوم بقعد معه ساعات كل يوم بسمع له كل يوم بسمع له من عم بحكي من 40 سنة بسمع له وبلاقي عنده كل يوم شي علم أكتر من العدية للي بعمر وخبرتي وكترة الطلاع بيطلع قد بأضعاف أضعاف بكل شي مميز هو أمثول لأي نجاح لأنه قواعد النجاح وحدة وحدة النية الطيبة الخلق الطيب حب المعرفة كلها الحب الأشياء الحلوة حب المعرفة حب الخير الروح الإنسانية كلها هاي تجمعها بيبقى واحد شيخ أو كاهن بتلاقيه عم بيحرد عدب وكذا وهو لازم ما يعلم إلا لمحبة والتسامح والتعايش شيخ محمد أيقوني في الحياة بالإنجاز بيفهمه بكل موضوع محلمه مخرج فيه من الجامعة من علمه درس وبيتعلم كل يوم كل يوم من الكتب من المنشورات من الملخصات من التليفون من المقابلات كل حياته شغل للعلم وإرقاء نفسه وعقله في خدمة الناس هاي أهم شي أهم شي علقتك بالبحرين البحرين بلدي التالي والملك حمد صديق عزيز وأخ كبير وقائد عظيم وتلميذ نجيب لا سموه الشيخ زيد كنت أطلع بالملك حمد وإتمنى اتعلم منه كمان ما تعلموا من الشيخ زيد ما تعلموا من الشيخ زيد وتعلموا من أبوه الله يرحم أبوه الشيخ عيسى الملك حمد نسخة نفس الوجه من نفس العملة تبع الشيخ محمد بالخلق بالصبر بالرحمة اللي مرأ عليه بالبحرين ما مرأ على دولة من اضطرابات ومن مشاكل ومن زعرانات من دول كبرى كبيرة أراضة قلب نظام الحكم ومن دول جارة وتغلب عليهم كلهم ببسمة الأخلاق وبسمة العقل ما بحياتي شفته يوم إلا ما بابتسام إلا ما بابتسام وبابتسامه هاي انتصر على كل الخربطات العملوها وأعطى وطنه وشعبه بمختلف طواقفوك أجمل حيشة ولهلأ عيشة إنسانية أخلاق نمو فكر طيب إنجاز على كل صعيد بالتعليم بالمستشفيات بالسياحة بالتقدم بالطرقات بكل شي يعني البحرين أخ صغير للإمارات كأشخاص وعيلة حاكمة وكبلد منجز شو سر بالسام في رايحة شو سرك بالحياة اللي قريب من كلها الأشخاص وكلها الرؤسة ومش بس الرؤسة والأشخاص يعني مش بس الرؤسة والمسؤولين رح قل لك شغلة يعني حتى في صديق خبرني إنه على أربعين يوم كان في حالة مرض كنت عم بتلفن له كل يوم كل يوم كل يوم إذا مش مرة اثنين وثلاثة وأربعة شو سرك ما في حدا ما بتقله بسام في رايحة ما عنده كلمة حلوة تقدير احترام لشخصك جبت الله يحفظه الرئيس أمين شويل بزيارة رسمية عند الشيخ زي أنا جبته وجينا معه بقوم أول ما عدنا بالمطار لاستقبار صالون الشرف شوي بيسألوا أميني شبي القصدي لأنا العيلي بيسألوا عن رضاع لي بيقلوا بسام بسام ولا يوم إجاني بكلمة سيئة عن أحد إذا ما عنده الكلمة المنيحة ما بيعرف الكلمة السيئة هاي نابعة من شو من كل اللي تكلمت فيه من قبل هالروحية هاي لللي بتقربك للناس لأنه فيه ناس عندهم صداة ومحبين بتلاقيه بيحب سلبي بحب يحكي بحب ينجز بحدا بحب يمس بإنسان أو بشغلي أو بشغلي أو عنده روح ما مرتاحة مرتاح أنا ما في حدا نقدي إلا الشيخ محمد والملك بناموا مرتاحين بالليل براحة بال ما فيه شي بتنضم عليه أبدا أبدا أصعب لحظة بحياتك شو هي موضوع خاص ما بتجي في سيرته يعني خاص مشكل مشكل خاص بيزعجني وراي هو الغيرة الغيرة أبشاشي بالحياة أوف على الغيرة بيفقد الإنسان كل شي كل مقومات العقل تضرب الرأس الغيرة أعوذ بالله عنات منها يعني عنات منها وهي أزعج شي عندك ما فيه أزعج من الغيرة وخاصة البلا سبب القهوة بتشربها حلوة أو مرة لا بشربها حلوة بكندرال سكرين والحياة بتعتبرها حلوة أو مرة لا حلوة حلوة الحياة رغم المرورة اللي عم نشوفها كل يوم أنا مع أنه هذا نصحت في بمستشفى بأمريكا رحت عليه كنت قضي كل سنة 15 يوم هوا بيسمون يعني ركرييشن وللصحة ولكذا هو اللي زم تعلمني إياهم لأنه سملا عليك بقلي بخبري شو قال لي أول شي قال لي شو بتشوف بالليلة قبل بتنام كنت أقرأ طلع التلفزيون خفت قريتنا طلع صار تلفزيون ملون خفت أكتر صار فيه أفليب خفت أكتر وأكتر قلت له قلت له بشوف الأخبار لك واقف كل يوم حرب السوداخ حرب غزة كل يوم إلا ما عندي نصي على ساعة بتفرج على 12 محطة كل واحدة خمسة دقايق عشر دقايق بشوف شو صاير بهاي ديك وبهاي مثل أخبار كل العالم ومثل أخبار روسية واليوكرين بحب بتفرج على الأخبار لأنه شغلت الأخبار الصحافي شغلت الأخبار هلأ بكل الأعلام بالعالم صارت كل الأعلام بتشوفيه طلع خبر حلو أو قصة صحفية حلوة تسحد بأي محطة تلفزيونية ما فيه ما فيه كله دم حتى الانترفرز الوقت الصغير بين برنامج وبرنامج لا تدقايق شوفي استعرضك أي محطة إلا ما بتعدلك مسلسل شو تهدم بيوت شو تفجرة أنابل شو ضحايا الناس عم تبكي عم بتلم أطفال شو المحزن المؤثر يعني الواحد للي صح لا بريد يشوف لا بريد حدا بيسر له كلها هيك ف لما يبقى في شي حلو بس علم 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 كل ما شوف أنا عطب المستشفى مريض كتير وتأثرت كتير قلت له للشيخ محمد للي نجيني أول مرة حرب اليوكرين هلمسكين من نفس الفصيلة نفس الدين نفس الشي هالدمار قول يا الله يا حرام نشكر الله على الأنفي نشكر الله في دكتور مهتم في في ممرضة قاعد بالسرير لك هاو الموتى الدمار الشي اللي عم بصير يعني بيخليك نظري يمينك وشمالك وقدامك ووراك بالحياة بتلاقي في حالات أسوأ من حالتك بتشكري ربك العاقل بيشكر ربه على حاله للي نجيني هالشوفي زعجتلي قلبي بس خلتني شكور نشكر الله أنه أنا مريض وعلى حفة الموت ولكن في مين يرعاني وبمحل مريح وعم باكل يا حرام على على ضحايا الحروب بالسودان بغزة باليوكرين بكل محل اديشك قريب من التكنولوجيا عم بتتابع كلها التغير والتطور والذكاء الاصطناعي المظر مش بالتطبيق ما يعني مقتنع إنه بعمري مضروري طبق هالجنون الصاير عرض الانتاليجنز شفت بشركة أساسيت هون موجهة لجيل جديد بعقلية جديدة بطريقة جديدة لعرض الأخبار ومفرحة ما بتحط دم وضمار اسمه شركة بلنكس رحط لقات وحدة تحكي 30 لخة حطولي إياها على التلفزيون تحكي نفس الأخبار نفس الخبر تحكيه بالإنجليزي بالروسي بالألماني بالفرنسيوي بالتلياني بالأصفاري جنات ليه حركة شفافة الحركة بالضبط مثل الكلمة قالت مرسي تطلع مرسي من تم قالت تانكيو تطلع تانكيو قالت تطلع جراسياس جني ارتفشل انتلجيزي تحكي بتجيوب فيك تحكي معا بتفرج علي لها بدي أعرف كيف وشفت تدخلت على خمس رجال وبنت بهالشركة وبنت فمن بعد ما شرحوا لي قلت لهم عندي ملحوظة قلت لهم شو قلت لهم في مشكل بالمساوات بدك 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 ما بيجوز بهالإيام لاتي بتلاتي مطع لي المدير زكي عفو اسمه نخلي قال لي هايدي قد خمسة قال لي هاو هون عشرة خمس خمس رجال وخمس نسوين منها نصيحتك للإعليم للمستقبل للإعليم شو مستقبل للإعليم ما ما بعرف ما بعرف نصيحتك لكل إعليم صحافي يعني صعب الواحد يتنبأ كل شيء من السنة كانوا عم بهاجموا الانتر أرتفش هلأ صار عم نستعمل لا سنة بشغل مش مستعمل ما بقى فيه استعمال غيره حيستبدل الدكاترا حيستبدل النرسات شفت إحصاء شو خسروا بأمريكا موظفين بمهن معينة مثلا كاشيا كاشيا بالبنو أكتر عدد خسروا من الموظفين صاروا يستبدلون بالمكانات بالمكننة الزكية بكل شيء أنا سألت شات جي بي تي شو يسألك وطلب مني يسألك شو بتقول أنت عن الإعلام العرب اليوم شو بيقول بأسان فريحة عن الإعلام العرب اليوم إعلام العربي يعني الطاق الصحافة الورقية على ضعف ضعف سنة بعد سنة هلأ فات لأرتفش الانترج ما بعرف ما بعرف شو مدى تأثيره حيكون على كل مناح الحياة وعراسة التلفزيونات عراسة الإعلام المرأة نعم عراسة شو حيأثر على التليفونات للي صفت قطعة أساسية من حياة الإنسان صح ما بيقدر يعيش بلاها أنا بيقوله أننا عادي عادي بيكملنا بيكمل جسمنا اللي بيعرف الله يحفظه الشيخ محمد بن زين قد ما متابع قد ما عقله بيستوعب وقد ما عم بيقدم المؤسسة هون كل مؤسسة خاصة المؤسسة التعليمية وهي التجربة يلي واحد بيعيش هون بيضطر يعمل تشلنج لحاله ولمخه تيقدر يتطور ويتقدم ويشغل على حاله تيقدر يلحق أكتر بلد متطور مع التقنية الحديثة المفيدة وعم بيسخرها لإفادة الإنسان وإفادة الوطن هي دولة الإمارة رح ناخد صورة إيه حلوة تكون معقول ما تكون حلوة معك الصورة مرسي إذا اليوم فرجيك صورتك إيديش بسام في رايحة راضعة عن حاله قف على هذه الدحكة الرضا ضحك راثي أنا بدي أتشكرك مرسي ست نيلة الله يخليكي وقال الله حظني أنه مثل ما بتعرفي أنت بتعرفي آخر سنة من حياته وآخر شهرين أنا شفته ودعيته لهون وتشرف بمعرفة شيخ محمد وشيخ محمد أحبه وتأثر فيه وخسرناه بعد شهر يعني يعني بعرف قديش البي كان يحبك ويحترمك وكان حتى صديقة يعني هو إياها الروح بالروح للسط الهام اللي هي أختك الله يرحم ونحن من هون عن جد كاللبنانية منفتخر هيدا مش بس تتويج لبسام في رايحة بس لكل لبناني ولا كل إنسان بيحب السقافة وبيحب العلم وبيحب كلها التطور وبيحب السلام والتسامح لقلنا هيدا كمان بقلبنا بخلان نكون نحن مفتخرين أنه يكون صار فيه متحف بإسم بس تتويج مرسي مرسي كتير ممنونك ست نيلة ممنونك عطيطينا هلوقت وسمعتي لكلامنا المنيح ونص منيح كله منيح مرسي وفي هذا الصدر لابد من كلمة شكر وثناء على جهود وتعاون كل الذين قدموا لهذا المتحف لإنجازه أي نصيحة أو فكرة أو ساهموا بشكل أو بآخر منذ أن كان مخططاً هندسياً ومشروعاً على الورق فنفخوا فيه الحياة كلمة شكر واجبة لهم وبالذات للأخ معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس الإدارة للطار ورئيس هيئة الثقافة والسياحة على كل وقته الثمين ومتابعته التي أنجزت لنا شيئاً جميلاً كالذي ترونه والشكر موصول للإخت العزيزة ريت تعون المدير التنفيذي لقطاع الثقافة في دائرة الثقافة على تفانيها وخدماتها ومشاوراتها الفنية وخاتمة القول كل الثناء للمهندس أيضاً الأخ سعيد الخطيب الذي أطفى لها المشروع من فكره وجهده وحتى خرج بهذه الحلة الجميلة ترجمة نانسي قنقر